هاي الكلمات الحلوة من هذا الطفل بهذا العمر الصغير لأهداها لمعلمته التركية ساهمت وساعدت في زيادة الروابط الصداقة والألف بيننا كعرب وكأتراك رح نحكي اليوم عن مبادرة مع النغني اللي أطلقتها أكاديمية قلم رحب أول شيء بهبا خالد أهلا وسهلا فيك نورانا هبا مديرة روضة إقراء ورح تحكينا اليوم عن تفاصيل هالمبادرة اللي بدأت من عندكم بصوت الأطفال بين اللغة العربية واللغة التركية وكيف ساهمت بزيادة الروابط نبدأ بالفكرة كيف بلشت هالفكرة شكرا لك أختي صفاء على الاستضافة الكريمة أول شيء بلشت الفكرة كلياتها من هاي الأغنية أغنية المعلم كانت هاي الأغنية قدمناها كهدية للمعلمة ابني عبد الرحمن وللأمانة يعني في طبعا في يوم المعلم فكانت ردود الفعل رائعة جدا وعن جد كتير مؤثرة شو خطر لكم أول شيء مدهد المعلمة هاي الأغنية أولا شيء يعني هي كأي مجموعات بتعرف الأهالي بيعملوا مجموعة مثلا بيقولوا بدنا نهدي هدية معينة للمعلمة فهالمرة اقترحوا الأهل أنه الأهالي الأطفال التانين أنه يعملوا فيديو بحيث أنه كل طفال يقدم كلمة للمعلمة فنحن باعتبار أنه عندنا ستوديو عندنا في أكاديمية قلم ستوديو قلم فقلنا لا خلينا خصوصي أنه عبد الرحمن عنده صوت لطيف يعني الله يزيك الخير فحبنا أنه لأ ليش ما أنت تحكي وتغني للمعلمة وسبحان الله وطلعت الأغنية شجعنا الفكرة أولها؟ أولها كان شوي متلبك بس لأ بعدين شجعنا كلياتنا يعني الفريق كله وبعدين طلعت الأغنية هلأ لما طلعت الأغنية كانت صداها أول شيء تأثيرها على النطاق الضيق اللي هو المعلمة الزملاء في المدرسة كأنهم أول مرة بيسمعوا عبد الرحمن كأنهم أول مرة بيشوفوه خلينا نقول فكانت كثير ردة تفعلهم حلوة اهتمامهم أكبر صار فيه هو نفسه يعني عبد الرحمن قبل هذه الأغنية مختلف تماماً هلأ ثقته بنفسه زادت كثير جداً هل كان فعلاً كنت تحس أنه فيه نوع من الإقصاء شوي أو العنصرية أو التنور عليه؟ هو طبعاً هو فيه من ناحية الأول شيء نحن بيقى سبحان الله يعني مختلفة أصلاً فالطفل دائماً بيحسها غريب غريب باللغة غريب أنه هو مش تركي هو عربي بالنهاية فبتلاقيه فعلاً هو يشعر أنه يمكن هو مظلوم يمكن عنده هاي المشاعر بتكون أي طفل فيه هاي مشاعر طبيعية هاي جداً طبيعية ونفس الشاب أحياناً بيستخدموا هاي الشغلة يعني فيه أطفال مثلاً بيحبوا يعني بيتنمروا بممكن يرموا كلمات سيئة يعني بس أنت كأم بعد هاي التجربة شعرت بفرق شخصية ابنك جداً لذلك يعني أنا ما حبيت تضلها بس حبيست فقط أنه بس عند عبد الرحمن أو عند أولادي لا حبينا أنه نكبر هذا الشي ونعمله كحملة خصوصي أنه إجاني وقت ما كان عرضت الأغنية إجا كتير كتير تواصل من أهالي عرب يشكرون على الأغنية لأنه مثلاً هم بعثوها كهدية لمعلماتهم فكانت ردد أفعال المعلمات تجاه الأطفال أنه أطفال عربي يغنوا بالتركي آه حلو هي انتشرت بصوت عبد الرحمن في مدارس أخرى كإهداء للمعلمات كإهداء للمعلمات وهذا الشيء كتير الحمد لله عزز وزاد وكان فيه أثر إجابي وكان في تشجيع لإلهم أنه كملوا استمروا بهذا الشيء أنه خلوا أطفالنا يغنوا بالتركي لطيف وكيف كبرتوا الفكرة وكيف بلشتوا فيها الفكرة أنه من هون من هاي المنطلق كيف كبرت وصارت حملة ومبادرة وشاركوا فيها كتير أطفال يعني نحن كفريق عمل صراحة يعني قلنا شو الأشياء اللي لازم إحنا خصوصاً في قلم كتير من راعي موضوع الموهبة موهبة الأطفال وكذا وحابين نحن من زمان أنه نطلق شيء للأطفال للطفولة أنه فيه كلمات راقية فيه ألحان جميلة لكن بدنا أصوات أطفاله ومن الأطفال يجل عنا فقلنا لا فيه مبادرة اسمها مع أنه غني هاي أنه بتهدف أنه الأطفال تيجي تغني باللغة التركية واللغة العربية هلأ كلهم أطفال عرب كلهم أطفال عرب للآن لكن احنا إن شاء الله فيه عندنا هدف أنه نوصل كمان للأطفال الأتراك حتى في صف عبد الرحمن طلبوا مننا المعلمة أنه بدنا نعيد الأغنية تبعت المعلم بأصوات كمان الأطفال الأتراك فهي الحالة يعني الأتراك يغنوا عربي يغنوا عربي ويغنوا تركي حيلا حتى مثلا ممكن حديث أنه طب ليش الأغاني اللي موجودة هي الأغاني موجودة في اللغة العربية والتركية مع أنها تستهدف الآخر خلينا نقول لا نحنا الهدف أصلا من المبادرة هو أن أبني شخصية الطفل أقويها أعززها فمو معقول أن أطلع الطفل بدون أصل لازم الطفل يشعر أنه عنده يعني يعتز بلغته العربية فأنا بدي يغني باللغة العربية وباللغة التركية أنا بعرف لغتك وكمان أنا لغتي أنا بعتز فيها وأنا كتير شاطر باللغة وأنا عندي لغتين أصلا فهي كمان تعطي قوة للأطفال هو اندماج وليس يعني صهر بالضبط بالضبط أبدا أبدا وهذا الشيء المميز واللطيف طب خلينا نحكي كمان عن يعني الخطوة اللي بعد هيك هلأ أنتوا طلعتوا مجموعة أثاني طلعتوا بشكل للمعلم أربع أغاني تقريبا لحد الآن في عنا أو أكتر من أربعة في عنا عن المعلم في عنا عن الأقصى في عنا عن المدرسة عن العائلة عن الأم عن الأب والآن سلسلة مستمرين جميل طب هلأ الناس اللي عم بيسمعونا وعندهم طفل وحابب يشارك ويعرض مثلا في المدرسة ومثل ما حكيتي إنه يكون في شيء إيجابي لتعزيز ثقته بنفسه لزيارة الروابط بينه وبين أصدقائه أو كيف ممكن الأول العمار اللي بنستهدفها من عمر سبع سنوات لعمر 12 سنة إذا كان طفلك موهوب عنده صوت جميل فقط يبعث رسالة صوتية بصوته باللغة العربية وباللغة التركية على التليفون الرقم أنا عندي 0544090877 05490877 يرسل بس مقطع لصوت مقطع لصوته باللغة العربية وباللغة التركية مقطع بسيط وإحنا من قرر يعني نقول أنه عن جد هذا الطفل موهوب وعنده بداية موهوبة أو لا طب حكي لنا بعض المواقف اللي صارت واللي كان لها ردة فعل فعلا إيجابي هيك من الكلمات الأشياء سمعتها من الأمهات أو من نفس الأطفال هلا مثلا في أم من الأمهات تواصلت معاي بتقولي أنه طفلتها أنه أول ما انتشرت الأغنية تبعتها بعتت لها المعلمة قلت لها أنا أول مرة بسمع كأني بسمع صوت بنتك يعني أنا أول مرة بسمع كيف تحكي أصلا وأول ما بعرف أنه هي لها الدرجة شاطرة بالتركية هلا انتبهت لها هلا انتبهت للبنت البنت كتير هادئة ومظم أطفالنا يا بيكون بصير في عنده عنف كرد فعل أو بصير في عزلة عنده خص في البداية بالضبط في بداية فهي البنت البنوت هاي اللذيذة قالت لها أنه أول مرة كأني أنا بسمع صوتها فهي كتير أثرت وعطت أثر واقع عندها وصالوا الأطفال حواليها يعني زيك هل هيك تحركشوه أنه غني لنا صوتك حلو كذا فهذا كتير عزز ثقة البنت بنفسها كمان مثلا في برضو مقطع كتير حلو إن شاء الله ما بعرف إذا هو موجود هلا على الفيسبوك عندنا اللي هو أستاذ فاجأ البنت وهي قاعدة هيك هو الأطفال بعرض الأغنية في الصف وهي ما كانت تعرف والأطفال نفسهم ما بيعرفوا إنه هاي صديقتهم اللي عم تغني فمجرد ما شافوها هيك صاروا يتلفتوا على إنه أنت هاي أنت فكانت ردة الفعل كتير حلوة وهي البنت يعني شعرت جدا بسعادة كتير كبيرة فيعني هاي حلو ردات فعل ردات الفعل بس دائما أنا ردات الفعل الإيجابي بتاخدني يمكن لزاوية معينة إنه دائما شهرة الأطفال أو ظهورهم على السوشال ميديا يمكن يولد عندهم نوع من الغرور وممكن يولد بزاوية أخرى اتجاه الأطفال التانين أو الأطفال التانين يمكن يودد عندهم نوع من الغيرة فمجرد ما ينعرض بس لطفل واحد وبصف ومجموعة أطفال فممكن يصير بينهم غيرة مشاعر هيكة سلبية شوي فهل واجهتوا هيك شيء؟ هلأ فيه طبعا هيك شيء يعني مثلا على سبيل المثال ابني مثلا عبد الرحمن بشعر أنه أنا يعني صرت مشهور لكن أنت بديك تمسك العصايا من النص أكثر شيء أنه أنا بقول له أنه أنت صوتك حلو وفي غيرك كمان صوته حلو ونحن بنعمل كلياته أنا ما بطلع نجم لوحده يعني أنا ما بقول أنه والله خلاص هذا الطفل هو طفل قلم وانتهى الموضوع لأنه عندي أطفال كتير هيغنوا أطفالك بعدين نحن اللي هو العمل الجماعي حتى الأغاني حتكون فيه عندنا كتير أغاني جماعية كوريلات وهالأصص هاي كوريلاتها حتكون موجودة فالفكرة أني أنا ما عم ركز على طفل واحد أنا عم ركز على الفكرة وإنتي لما هذا الشيء بيلبق لصوتك أو ما بيلبق لصوتك أنت مش دائما بيرفكت بكل شيء يعني ما بتحاول أنه لا يكون فيه تكرار لنفس الشخص بحيث أنه ينتشر كتير فهو يصير فيه عنده نوع من أو يدخل في موضوع شهرة السوشال ميديو أبداً أبداً أنا ضدها تماماً أصلاً وبخاف منها يعني طيب تمام يعني مبادرة عن جد نشكركم عليها نتمنى أنه كتير أهل يشجعوا أولادهم يشتركوا بها المسابقة يعني يكون لهم هايكا دور وممكن أنها تساعد فعلاً في زيادة وتعزيز الثقة بنفسهم زيادة أو روابط الصداقة والألفة بينهم وبين أصدقائهم الأتراك تحبيت تبضي أشياء؟ لا نحن حابين يعني أن نتوصل هاي المبادرة لكل بيت عربي وبالتالي لكل مدرسة تركية لأنه بالتبار أنه العرب منتشرين في كل المدارس التركية أنت لما تبعثي يعني تعملي أغنية وتصل لعائلة واحدة هاي العائلة بتعرف المدرسة المدرسة حواليها بيئة يعني كاملة تماماً وبتعرف إحنا كمان اليوم حكينا هبا يعني قلنا خيانة عصم نعمل عصف ذهني جماعي على الهواء شو في مبادرات يعني أنتو ما شاء الله أخذتوا زمام المبادرة وأطلقتوا فكرة وما استنيتوا لكن إحنا فعلاً محتاجين ذاتل ما قلت وين ما كنا سواء بأجواء الأسرة بالجامعة وين ما كنا أنه إحنا يكون لنا بصمة وتعريف بهويتنا بثقافتنا ببلدنا صحيح يعني بالشيء اللي عم بيصير معناه ومين إحنا وآخر شيء بس هاي كتير نقطة أساسية وجوهرية موضوع الموهبة موهبة الأطفال دائما بحكي للأمهات ابحثوا عن مواهب أطفالكم وعززوها هذا سلاح لإله للطفل نفسه يعني هو بواجه المجتمع فيه بيكون غناء إن كان رسم إن كان وفي كتير هلأ مثلا في عندي مسابقة مسابقة الإبداع العربي هلأ قريبا يعني حتكون موجودة فهي كتير جيدة ولو نحن صدفناهم وماشاء الله عليهم رائعهم عندهم فعلا بأكتر من زاوية بيحاولوا أنهم هم يخلوا الطفل يشترك بمسابقات وينوم موهبته وأتوقع أنه باب التسجيل عندكم مفتوح بالأكاديمية نعم موجود أي شخص ممكن يسجل اللي يسجل اسمه هو طبعا مفتوح ل13 مارس بإمكانه أنه يثبت وياخد القصص تاعد مسابقة القراءة من أكاديمية قلم مشكورين مشكورين على كل مبادراتكم فعلا الرائعة والمؤثرة في المجتمع بتركيا وبإسطنبول تحديدا شكرا إليك هبا خالد مديرة روضة قلم نورتين حبيبتي شكرا إليك